السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم في ماذا التربية البدنية والدفاع عن النفس للصف الثالث الابتدائي اليوم بدلا إن شاء الله سنستكمل درسنا في الحصة الماضية ونتألم مع بعض طريقة تصويب الكرة باليد بإذن الله على هدف ثابت أو حتى متحدث لكن اليوم بإذن الله سأركز أكثر على هدف الثابت لكن قبلها ستذكر مع بعض مواضعنا في الفصل الدراسي الثاني وبعدها بدلا ننتقل اتمرنا اليوم وبعدها ننتقل ونتعرف على درسنا اليوم وخيرا راح نراجع بسيطة على درسنا اليوم بإذن الله ننتقل مع بعض الآن لمواضعنا في الفصل الدراسي الثاني أولا من مواضعنا رقنا لها في السبع الماضية تنطيط الكرة باليدين في الهواء وأيضا التسلق بطريقة صحيحة وآمنة ثلاثة الالتفاف والدوران حولهم حوري الجسم الطولي والعرضي رابعا مرجحة الذراعي من خلف أمام الجسم خامسا تطبيق القوس المعكوس سادسا الوقوف على قاعدة اتزان قاعدة غير ثابت تتكلمنا عنها في الأسبوع الماضي وأخيرا التصويب على هدف ثابت ومتحرك وهو درسنا اليوم بإذن الله والآن ندخل من اليوم تمرين بسيطة وسهلة نبي مجمع الآن يكون جاهز ومستعد لتمريننا اليوم تمرين الأول نحتاج إلى كرة يكون حجم مناسب للطالب لتمرين الأول الوقوف الصحيح الذراعي الأمام يمسك الكرة بليدين بعد أخذ الكرة بليد إلى الخارج بعدها رجوع مرته إلى وضع البداية ثم يقل إلى الجهة الأخرى والرجوع إلى وضع البداية جميع جاهز مع باب وقوف تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر الجلة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ننتقل الآن إلى التمرين الثاني التمرين الثاني وقوف يكون بشكل جانبي والذراعين إلى الأمام وإلى الأعلى ورجاع القدم إلى الخلف ثم رجوع الوضع البداية ثم القدم الأخرى ثم الرجوع الوضع البداية جمع جهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة قف تمرين ثالث وقوف الذراعين في الوسط وبعدها أخذ خطوة إلى الأمام تركب بشكل جداً بسيط والعودة يوضع البداية ثم القدم الأخرى وثانية أيضا تركب بشكل جداً بسيط والرجوع إلى المكان الجمع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف نحن نبعض في المكان نأخذ شيئاً بشكل جداً بسيط مرة ثانية أخير تزيني بطال ندخل الآن نتعرف على درسنا اليوم اليوم رح تكلم عن التصويب على هدف ثابت ومتعرك في البداية تعتبر مهارتنا اليوم مهارة التصويب من المهارات الحركية الأساسية التي تتم بتوجيه كرة نحوه هدف محدد باستخدام اليد أو القدم نذكر نحن حصل ماضية مهارتنا ممكن نستخدم فيها اليد ونركز عليها بشكل أكبر اليوم بإذن الله وأيضا ممكن نستخدم فيها القدم توجيه أنه هو هدف محدد مثل أو على الجدار ويتم تصويب الكرة بتحريكها مباشرة من خلال إنتاج قوة عضلية في اليد أو في القدم توجيه نحو الهدف ويتم التصويب بأسليب متنوعة أولا لتقام مهار تصويب الكرة باليد يتم اتباع الخطوات التالية خطوة الأولى من وضع الوقوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى ويفقى الجسم موزع بين القدمين لحظة الآن أنا أمامك في الصورة تكون قدم الأمام والقدم الأخرى إلى الخلف وموزع فقى الجسم على القدمين خطوة ثانية حمل الكرة باليد المصاوبة مع انتشار الأصابع على الكرة لحظة الآن يكون حملها باليد تكون أصابع منتشرة على الكرة ثالثا وضع اليد الحرة أمام الجسم في وضع منتني وأيضا رابعا ميل الجذع قليلا للخلف مع تقدم القدم ارتقام الأمام قليلا لحظة الآن جاء الظهر إلى الخلف وهي الخطوة الرابعة خامسا مرجحة اليد المصوبة إلى الخلف ثم إلى الأمام رجع اليد الضاربة إلى الخلف ثم يش إلى الأمام ثم وضع أمامكم الآن في الصورة تقدمها إلى الأمام أخيرا تحريك الرجل الحرة القطوة لأمام لعطاها عملية التصويب قوة أكبر نشاهد الآن مقطع توضيح ووضع عن طريقة الأداء الصحيح نشاهد الآن تكون قدم الأمام والقدم الأخرى إلى الخلف مع توزيع ثقة جسم عليها ومساك الكرة باليد ورجعها إلى الخلف استعدادا لأداء المعارة نشاهد الآن أخذ خطوة الأمام والتصويب على هدف ثابت أو حتى ممكن التصويب على هدف متحرك نشاهد مرة أخرى تحريك تحريك الذراعين من خلف إلى الأمام نشاهد الآن أخذ خطوة إلى الأمام ثم ارجع الذراع الخلف ثم إلى الأمام والتصويب على الهدف أو على المرمى أو على الهدف المحدد ننتقل إلى مراجعة بسيطة على درسان اليوم صح وخطأ من خطوات مهارة تصويب الكرة باليد الوقوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى وثقل جسم موزع بين القدمين هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئ مرة أخرى من خطوات مهارة تصويب الكرة باليد الوقوف إحدى القدمين تكون متقدمة على الأخرى وثقل جسم موزع عليهم بالتساوي أو موزع عليها بالقدمين ممتازين بطاقة من الأسئلة الصحية كذي صقائي خذنا مقدمة بسيطة أيضا تعرفنا مع بعض على طريقة الأداة تصويب باليد إلى الأمام أو إلى هدف محدد إن شاء الله جميع تطبق معنا واستفاد أعطيكم العافية جميعا على حسن وإنصاتكم وإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر